أولاً وأولاً وأولاً دع الأجهزة الأمنية في هذه المحافظة وفي هذه المدينة بالذات من أجل أن تقوم بدورها دبت الحياة بشكل فاعل في مفاصل بعض مؤسسات الدولة بمدينة تعز زيارة وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية عبد العزيز جباري محاولة لتطبيع الحياة في مؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة بما فيها المؤسسات الإيرادية والتعليمية افتتاح فرع البنك المركزي اليمني والتوجيه بإخلاء المؤسسات التعليمية وتفعيل المؤسسات الإيرادية جهود حضت بترحاب شعبي وسياسي بالغين تتميماً للجهود الحكومية يأتي توجيه رئيس الجمهورية بدعم الميزانية التشغيلية لمحافظة تعز وتنمية الإيرادات وضبط قنواتها وتحصيلها لدى فرع البنك المركزي من أجل تحريك عجلة التنمية في المدينة تبدو الصورة في تعز واضحة أكثر من أي وقت مضى إذا ما تعلق الأمر بحضور الدولة وتثبيت أركانها بدلاً عن الجماعات والفصائل المتطرفة فأن تزور وجه المدينة الشوارع والناس والأسواق وتصافح نظراتهم وتجد مدينة ترحب بك وتبتسم بوجهك بعد حرب وإهمال لأكثر من عامين فتلك هي تعز رغم ما دفعت هذه المدينة من كلفة باهظة للحرب وما تسببت به من انهيار لجهاز السلطة وما وفرته من بيئة حاضنة لانتشار الجريمة تبدو جهود الوفد الحكومي في مؤسسات بعينها حاضرة غير أن سؤال حضور الدولة بشكل كامل لم يتم الإجابة عنه فبين معرفة الخلل والآمال المعقودة على زيارة الوفد الحكومي ترتفع الأصوات المطالبة بحضور الدولة وتفعيل مؤسساتها بشكل كلي خصوصاً فيما يتعلق بالقضاء والنيابة تطبيع الأوضاع والتزام الحكومة بدفع رواتب الموظفين بعد تأخير دام شهوراً في مدينة أنهكتها الجماعات المسلحة والمصالح الضيقة تعد خطوة لا بد منها لإنعاش حياة الناس وإعادة حيوية الدولة غير أن جملة من التحديات تقف في وجه الفريق الحكومي خصوصاً مع ما تشهده هذه المحافظة من مساع لتحويلها إلى مربع آخر محكوم بحزام أمني لا يخضع للدولة ولا لحساباتها الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر